الطائر أصبح كلباً بقوة قانون إيلون ماسك الملياردير الأمريكي يقول إنه غير شعار منصة تويتر ولا تعرف بعد جدية ماسك من مزحه إلا أن البعض كشف أنها دعاية من ماسك لعملة دوكوين المشفرة التي يتبنها ماسك نشر تغريدة مقتضبة على صفحته الرسمية على تويتر قال فيها كما وعت أرفق بها صورة من تغريدات متبادلة بينه وبين أحد المستخدمين الآخرين الذي طلب منه تغيير شعار تويتر المعروف بالطائر الأزرق إلى عملة دوكوين وسابقاً سمح بدفع قيمة سيارة تيسلا الكهربائية بهذه العملة الافتراضية إذ تبنها بعد أن قرر الابتعاد عن بيتكوين وغرد عنها عدة مرات من قبل خطوة ماسك أدت إلى صعود قيمة دوكوين إلى ما يصل إلى 10.2 سنت من حوالي 7.7 أي بنسبة تصل إلى 30% وتعد هذه العملة الثامنة أكثر العملات المشفرة قيمة حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 13 مليار دولار خطوة ماسك تأتي بعد تغييرات كثيرة أحدثها على منصة تويتر التي ظلت هادئة إلى أن سيطر عليها بلال البجديني العربية